السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله صلوا على النبي محمد عليه الصلاة والسلام أولا وقبل كل شيء كنرحب جميع اللي كيشوف القناة ديالي وانتمنى ما تنسوش ديرو أبني ولايك وتفعيل جرس بش يوصلكم كل جديد وانتمنى أحباء المشاهدين تكونوا بألف خير وسحة جيدة قبل ما نبدأ الموضوع ديالي نقول لكم ديروا الوقاية وعملوا الكمامة مع النظافة والابتعاد عن التجمعات للوقاية ليك والغيرك والله يبعد علينا هاد الوباء ونعيشوا في سلام إيوه ما نطولش عليكم نبدأوا في صميم الموضوع اليوم جبت لكم موضوع مهم وهو قانون الجد والسؤال ديال كتير ديالناس كيقولوا وكيتساؤلوا هل قانون الجد موجود؟ واش احنا قادرين عن نجدبه اي شيء بغيناه في الحياة ديالنا؟ الجواب بعد التجربة نعم لان قانون الجد موجود بالفعل اشنا هو قانون الجد؟ نعرفكم الى قانون الجد اشنا هو؟ قانون الجد هو اي شيء يجدب شيء مثله يعني انك تجدب في الحياة التجارب والظروف على اساس الافكار مثلا الافكار السلبية كتنتج عنها نتائج سلبية والافكار الايجابية كتنتج عنها بطبيعة الحال نتائج ايجابية قانون الجد عنده واحد تأثير سحري لان لأي شيء تبغي تحقق لك في الحياة مثلا الى بغيتي تشري احسن موبايل خارج يعني في السوق وبغيتي تشري يعني عجبك بغيتي تشري خاصك تقوم بتنفيذ هاد القانون يعني توصل الفكرة والهدف والموراد اللي بغيتي في قانون الاهتزاز فهذا قانون هو اللي كيتحكم في اللي بغينا قانون الجد هو المركز الثاني لقانون الاهتزاز وقانون الاهتزاز هو الركيزة لقانون الجد فقانون الجد موجود وحقيقي اي حاجة تقدروا تجدبوها لعندكم وتحصلوا عليها ان شاء الله قدروا تحقوا الرغبة ديالكم سواء في المال او العاطفة او الاصدقاء وكل شيء كتبغي في الحياة وهذه تجربة قمت بها انا ونشحت معايا ولكن سيكون عندكم افكار ايجابية واهتزاز فكري عالي مش اهتزاز منخفض يجلب لكم غير سلبيات الحياة ديالكم وذلك من خلال الشك والخوف او الغضب فالكون كيتجاوب مع التردد العالي فمثلا إلا كانت عندك اهتزازات فكرية متوترة وراها تجلب لك غير المزيد من التوتر ولكن إلا كانت عندك شكوك يعني كذلك تجلب لك مزيد من الشكوك ولكن إلا كان عندك نوع من الرضا والإيمان يعني غدا تجلب لك غير الأشياء الجيدة اللي انت كترغب فيها مثلا الموبايل اللي بغيت نشريه مغنفكرش كيفاش غادي نشريه وكيفاش يكون عندي هاتش ماشي المهمة ديالي ولكن مهمة ديال الكون هو اللي كيقول كيفاش تحصل عليه ولكن خاسي كل فكر ديالك مأكد تماما أنك ستحصل على الموبايل بروح إيجابية لازم يكون عندك اهتزاز عالي بالتأمل وتكون سعيد وفرحان لأن هاتشعور والإحساس بالسعادة كيخلي الفكرة اللي في الدهن ديالك تحقق ولكن ما يكونش عندك أي شك أنها سوف لن تتحقق وتتوصل للرغبة اللي أنت بغي تصل لها لازم تكون سعيد وتوصل الفكرة للعقل الباطني أنك سعيد لأن السعادة نوع من التأمل وتحط في راسك أن الهدف المطلوب سيتحقق ولازم يكون عندك التركيز والوضوح في الأفكار والتوازن في العقل والجسد والروح والشرط الوحيد في تحقيق الرغبة هو أنك تكون فرحان من الداخل بصدق مشيت وهم راسك أنك فرحان التجربة اللي قمت بها أنا هو أني خديت ورقة أستيله وبديتك نكتب أنا سعيدة وأقدر أن المال كثير يأتيني من مصادر مختلفة بشكل دائم بسرعة وبسهولة وقبل ما كتبت هذه الجملة كتبت أنا على اتصال دائم بطاقة الوفرة الكونية خاصة تكون عندك واحد اتصال بين طاقة الكونية عندنا واحد طاقة كونية خاصة تكون متواصل معها بروح إيجابية أنا على اتصال دائم بطاقة الوفرة الكونية وأنا سعيدة وأقدر أن المال كثير يأتيني من مصادر مختلفة بسرعة وبسهولة وكررتها خمسة وخمسين مرة وكتبتها وأنا أتخيل نفسي أني سعيدة وحصلت على المال الذي أريده قلتها وبقيت كنكررها يومياً خمسة وخمسين مرة لمدة خمسة أيام يعني كل يوم كنكتبها خمسة وخمسين مرة وكنكتبها وفي نفس الوقت كنرددها وكتبت مرة مرة صراحة كنطلع الفوق كنقنهز عيني السماء وكنقول أنا أقدر أني موضوع الاهتمام الإيجابي من الخالق شكراً يا الله شكراً يا خالق الكون كنت نقولها من قلبي خالص يعني بكل صدق وبكل إيمان وبهذا التفكير الإيجابي والاهتزاز العالي حصلت على المال فقانون الجد يعمل ولكنه يعتمد على طريقة تفكيرك بالأشياء بجلبها الحياة ديالك يعني إذا فكرت إيجابي كن على يقين أنك ستحصل على ما فكرت فيه ولكن سلبي ما كيجبت أي نتيجة لأنك يكون فيه شك ويكون فيه يعني يعني ما تكون فيه وضوح أنك ستحصل على ذاك الهدف اللي أنت درتي في البلد ديالك ودابا نوريكم الكتاب ديالي ها هو شوفوا يوم الثلاثاء ثمنتاش ستا الفين وتسعتاش هلتوما كتبت أنا سعيدة وأقدر أن المال الكثير يأتيني من مصادر مختلفة بشكل دائم بسرعة وبسهولة كتبتها خمسة وخمسين مرة لا سنوريكم هيا كتبتها خمسة وخمسين مرة وكتبت تحت منها أنا أحقق هذه الأمنية أنا أحقق الصحة الجيدة يعني كتبت كل شيء دائم شيء اللي بغيت نقول أنا يعني يتحقق لي في الحياة ديالي أنا أحقق الصحة الجيدة أنا أحقق المال الكثير أنا أحقق بيت أحلامي تمنيني تكون عدي بيت أحلامي يعني تاني يكون عدي بيت خاص بي أنا أحقق هذه الرغبة أنا أحقق حفظ القرآن أي حاجة في الحياة أنتو ما بغينا تقولوها يعني والله سبحانه وتعالى غضي حقق والتقل الثونية غضي حقق لكم يعني هذه الرغبة يعني بإرادة الله سبحانه وتعالى طبعا وكتبت هنا هذا اليوم أول وهذا اليوم الثاني يعني نهار الأربعاء يعني 19 شهر 6 2019 كتبت أنا سعيدة وأقدر أن المال الكثير يأتيني من مصادر مختلفة وبشكل دائم بسرعة وبسهولة وفي الآخر يعنيني كان كتب يعني سيأتيني مثلا وأنا سعيدة وأقدر أني سأحصل على أحقق هذه الأمنية ويعني أحقق بيت أحلامي أحقق صحة الجيدة أحقق حفظ القرآن أحقق أنا أحقق هذه الرغبة كنكسبها في الآخر كنكسب أنا أحقق يعني أكده كل تأكيد أني سأحقق هذه الرغبة وكنكسب أنا على اتصال دائم بطاقة الوفرة الكونية لأن الوفرة الكونية كتجاوب معاك يعني سبحان الله عندنا واحد طاقة نحن ما كنا نتبين شي نحن ما كنا نعرفه ولكن كنحاولوا نتواصلوا معاها بواحد طريقة سبحان الله كتطلع يعني كتبقى بينك وبين السماء وكتقول هاد يعني هاد الجملة كتحس على أنك أنك عندك واحد اتصال أنا بعدها كنحس أنا حسيت يعني بعد تجريبة كنقول لكم ما تشي كنحس على أن هناك طاقة يعني بيني وبين السماء كنا واحد طاقة واحد بحل جاذبية سبحان الله كان حسيت بها وعرفت بأني أغدي تحقق لي الأمنية ديالي وبفعل اللي كتكن نتاظر وهي أمنية ديالي كتكن بغى المال لأني كت يعني أقدم على قدم واحد العرس تاع بنتي وما كانش عدي المال الكافي باش نوفر لها العرس ديالها وقلتها سبحان الله العلي العظيم جاني المال يعني قبل من دي العرس البنتي حصلت على المال والحمد لله رب العالمين وهذا وهذا الثلاثة الثلاثة يعني يوم الأربعاء وهذا يوم الخميس يعني ها هو يوم الخميس 19 ستا 20 ستا 2019 كتبت كتبتها أنا سعيدة وأقدر أنا المال الكثير يأتيني مصادرة يعني كنت كتبها كل يوم يوم الخميس هذا يوم الجمعة يعني دلت خمسة أيام إلى يوم السبت هذا يوم الجمعة وهذا يوم السبت هذا ركثبتوه في 2019 هذا يوم السبت كان 22 شهر 6 2019 كتبت كملتها دا دا درت أنا على اتصال دائم بطاقة الوفرة الكونية أنا أعلم أني موضوع الاهتمام الإيجابي من الخالق شكرا يا الله شكرا يا خالق الكون ونتمنى يعني يعجبكم هذا الفيديو وحبيت أن شاركم فيه لأني على تجربة أنا قمت به على تجربة أنا كنت كنت نسمع بالقانون الجد ولكن ما كنت مأكد يعني كل تأكيد كنت قل لا ما ممكن ش غير تقدير لها كوي يعني ذك شي الأمنية التي كتبغي دا عرفت بأن هنا طاقة كونية كنت كنت على اتصال دائم بها يعني الإنسان لا حاول يعرف كيف يخدم الروح الإيجابية تكون عندك روح إيجابية وإيمان أن هناك طاقة كونية وإذا أعجبكم الفيديو خلوا الشراك ولايك وتعليق وشكرا على المتابعة وقوموا بهذه تجربة وإن شاء الله ستحصلون على المراد ديالكم والهدف ديالكم وحاة سعيد الجميع السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته